اشتركوا في القناة من المجلس الحكومة أن يسقطون فوائد الغروض تلقي الفوائد يجب أن تشتري الحكومة فوائد وقروض لأنها كانت مبالغة فيها وأثقلت كهذا المقترض ملف القروض يراوح على خطوط التوافق الحكومي البرلماني وأعين المقترضين تترقب حلاً سريعاً وتنشد عدالة حقيقية هناك تحت بند هذا القانون وهيئة خاصة لمكافحة تمييز طيب لكن عندنا قانون فأحنا لماذا نكرر نفسنا؟ جعلت الناس كأسنان مشت مكافحة التنمييز العنصري مشروع قانون كويتي يواجه تحفظات حقوقية وغياب الأرضية التوعوية بالخطورة الاجتماعية بالنسبة لدول الخليج تقع في دون الحزام التلسيم وبنسبة حالات التلسيم وأمراضها مغلوبين مرتفعة جداً إحنا يعني 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 يجبين أشياء وائد نتمنى أن نتوصل حقنا كوي انطلاق المؤتمر الخليجي الأول لأمراض تمركز الحديد تحت شعار توعوي وآليات بحث تقود إلى بروتوكول علاجي قاعدين نرسم اللوحة الملحية التفاعلية الكل يشارك فيها اسمها الماندلا أول لوحة ملحية أرضية في سوق شرق تجمع بين جاذبية الفكرة وأناقة التشكيل والعمل الفني لثة كويتية بلمسة إيطالية نجلة الأخبار من الرأي أهلاً بكم على خطوط التلاقي بين السلطتين التشعية والتنفيذية يراوح ملف إسقاط فوائد قروض المواطنين سيما بعد مؤشرات التوافق الحكومي البرلماني على صيقة نهائية لحل القضية وفي المقابل يتطلع المواطنون إلى الإسراع في إيجاد حل لملف القروض في وقت تتسابق فيه مقترحات الحلول قضية تؤرق عيون الكثيرين هذا ولا تستبعد القراءات للمشهد الجمع بين حلين أو أكثر من المقترحات المطروحة بما يضمن تحقيق العدالة تقرير لمحمد لحياري ما زالت قضية القروض تتصدر جل الاهتمامات الشعبية والسياسية إلى أن قاربت المقترحات والمشاريع المطروحة لحل القضية مجموعة من الآليات والحلول لكن الاختلاف على تبني صيغة معينة لطي هذا الملف ما زال يشكل العامل الأكبر للانتهاء من بحثه وفي السياق يقول المراقبون أنه من الممكن الجمع بين مقترحين اثنين من بين الاقتراحات السبعة المطروحة على الساحة أعتقد بأن صيقة توزيع 2000 دينار لكل فرد كويتي أقل تكلفة هذا من أمر والأمر الثاني بإمكان المقترض أن يسدد بها أصل الدين أتحدث عن أصل الدين لكن في الجانب الآخر يجب أن تشتري الحكومة فوائد القروض لأنها كانت مبالغ فيها وأثقلت كهل المقترض يعني من قيرا معقول أن يبقى مقترض لعدة سنوات وهو يسدد بالفائدة يعني هذا أمر خطير أين البنك المركزي أين الجهات الرقابية في الدولة في المقابل اتفقت مطالب المواطنين على ضرورة التوصل لحل يحقق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الكويتي وينهي معاناة امتدت لنحو 22 عاما خصوصا وأن الفرصة مواتية بفضل علاقة المجلسين حيث لم يسبق وإن كانت في مثل هذا المستوى الحل القروض أن تقلل تلقي الفوائد الفوائد البنكية وتمد في عمر القرض طبعا في وزراء وفي نواب إن شاء الله هم يلاقون لنا الحل الأنسب بس أعتقد وأؤمن إن شاء الله أن يقدرون يطلعون لهم حل الموضوع وإن شاء الله صيغة معينة نسمع أكثر من صيغة نسمع شراء الفوائد نسمع أسقاط القروض لكن على قولتهم إن شاء الله ما رح يخلونا يعني الشعب على قولتهم واقف على ما هو عليه على قولتهم أتمنى من المجلس والحكومة أن يسقطون فوائد الغروض ونوصل حقي حل يرضى المجتمع كله أتمنى من المجلس والحكومة أسقاط فوائد الغروض لعمل المصاوى بين فرض الشعب الكويت تأخر إيجاد حل لقضية القروض على مدرع قدين من الزمن يعد مؤشرا بحسب المراقبين على تسييس القضية وغياب النية الحكومية الجادة لحلها عند الحكومات مع الأخذ بعين الاعتبار تمسك الحكومة بصندوق المعسرين أعتقد أن هناك حوالي تقريبا سبع اقتراحات والحكومة أتت في اليوم الأخير وتحدثت عن 200 مليون وصندوق المعسرين ومشابه أعتقد كل الكلام عن المقترحات وكل هذا ضرب من خيال غضية ظلت لعقدين من الزمن يعني لو كانوا يخترعون مبنى على سطح القمر لا اخترعوه ووصلوا إليه بخلال عقدين من الزمن أعتقد أن المسألة سيست لأكثر من اللازم ولا أعتقد أن هناك أزمة ستكون بين المجلس والحكومة خصوصا تركيبة واضحة وتترقب عيون المواطنين المقترح الذي يشكل حلا ويحقق العدالة والمساواة بين أفراد الشعب الكويتي محمد الحياري الراي يبدو أن قانون مكافحة تمييز العنصري يتجه إلى الإقرار في المرحلة القليلة المقبلة وذلك بعد تجاوز مداولته الثانية بموافقة كافة أعضاء البرلمان على أن القانون المرتقب لاقى بعض التحفظات من قبل جمعية مقومات حقوق الإنسان التي أكدت في المقابل على ضرورة نشر ثقاثة الوعي المجتمعي بعيدا عن لغة التهديد والوعيد التفاصيل في تقرير السمر الشديق طالما أن الكويت انضمت إلى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية فتلقائيا وبعد مصادقة مجلس الأمة عليها تصبح قانونا وطنيا يستوجب تنفيذ بنوده كافة ومن هنا فلا حاجة إلى تشريع يلوح في أفقه بحسب جمعية مقاومات حقوق الإنسان النفس الطائفي العنصري لمست في بعض البنود نوع من تقييد الحرية حرية التعبير وحرية الرأي وحرية كذلك البحث العلم في هذا الجانب أيضا في بعض الجانب في تفصيل إلى جانب يعني قد يؤدي إلى نوع من الطائفية ونحارب كما نحارب العنصرية أيضا نحارب الطائفية في هذا الجانب أنا سمعت الآن أن هناك تحت بند هذا القانون وهيئة خاصة المكافحة التمييز طيب لكن عندنا قانون فلماذا نكرر نفسنا؟ هناك هيئة موجودة والكويت متأحدة في اليو بي آر سنة 2010 بإيجاد الهيئة الوطنية حقوق الإنسان وهذا تشمل هي على شكل ديوان مظالم تشمل كل الاتفاقيات متعلقة بحقوق الإنسان الموقع عليها دولة الكويت فلماذا أجد هيئة ثانية؟ وأكرر نفسي وعلى وقع تفاقم التمييز العنصرية في الأوينة الأخيرة في ظل توظيف الطباقية والفئوية في الصراع السياسي القائم فإن الأساس ينطلق بتثقيف المجتمع بعيدا عن أي تهديد بعقاب أو تقييد للحرية للأسف قد أضرب أمثلة للجانب العنصري النظر إلى الداخل الخارج النظر إلى ما يسمى عندنا في الحضر والبدو النظر إلى الطبقات في القبائل القبيلة الفلانية القبيلة الفلانية النظر أيضا كذلك إلى السنة والشيعة هذه بعضها يؤدي إلى الأسف العنصرية اللي نحتاجها هو ثقافة تفعيل الاتفاقية الموجودة ترجمتها ومواءمتها القوانين الموجودة أكثر من وجود القانون لكن فقط أن أضع قوانين وأغلبها جزاء فأضع إن فعلت كذا تسجن وإن فعلت كذا تسجن ثم آتي لغيرها هذا نوع من الإقصاء ونوع من تقييد حرية الرأي أنا أعتقد نحتاج إلى إعادة نظر فيه وعلى غرار تأكيد الدستور الكويتية في المدى التاسع والعشرين أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية بعيدا عن أي تمييز وفق الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين فأن الشريعة الإسلامية مبنية على مبدأ التساوي بين الجميع هذا التمايز اللي في المجتمع بسبب اللون أو بسبب الجنس أو بسبب العرق والقبل ونحو ذلك أو بسبب المال أو بسبب اللسان ونحو ذلك من الأمور التي تكون في المجتمع كلها قد مسحتها الشريعة الإسلامية وجعلت الناس كأسنان مشت متساوية لا تفاوت فيما بينهم إن كرمكم عند الله أتقاكم والله عز وجل هو العدل خلق الناس ووزع النعم من الذي هو أفضل من الآخر لا نستطيع أن نقول فلان أفضل من فلان ولكن نقول بأن فلان عنده المزية الفلانية وفلان عنده المزية الأخرى وبعيدا عن الاتفاقيات والقوانين فأن مكافحة التمييز العنصري يجب أن تنطلق أولا من الذات وذلك بالتوازي مع نشر الوعي للقضاء على كافة أشكال التمييز التي لم تعد تعرف فئة عمرية محددة سامر شديق نمور الرعي عدد الأشخاص الذين عدلوا أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية ارتفع إلى 1969 فردا حتى نهاية فبراير الماضي وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية محمد لهيب قال أن شهري يناير وفبراير الماضيين شهد تعديل أوضاع 441 فردا مضحا أن 2130 فردا قد عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية مقابل 496 إلى الجنسية السورية و210 أفراد إلى العراقية و26 إلى الإيرانية و20 إلى الجنسية الأردنية المؤتمر الخليجي الأول لأمراض تمركز الحديد انطلق في الكويت في محاولة للتوعية بخطورة المرض وتسليط الضوء على آليات العلاج والوقاية ويناقش المؤتمر العلاجات الجديدة لمرض أنيميا الدم المنجلية بهدف التوصل إلى بروتوكول علاجي موحد في دول مجلس التعاون حيث يعد هذا المرض من أمراض الدم الوراثية والجدير بالذكر أن 375 شخصا في الكويت مصابون بمرض الفلاسيميا بالنسبة لدول الخليج تقع في ضمن الحزام الثلاثيمية ونسبة حالات الثلاثيمية وأمراض الهموغلوبين مرتفعة جدا وبناء عليه يحتاجون خدمات لأنهم شريحة المجتمع لا نستطيع أن نهملهم أو نهمشهم ونحكم عليهم بالعدام لازم يكون في خدمات مقدمة تبين أننا زمان لما معلوماتنا كانت قريعة على الموضوع أنه هل نقل الدم كافي لهذا المرض أو لا تبين نقل الدم أنه يعطيهم الحياة لكن أدى لهم أنه يصار عندهم مضاعفات جديدة من زيادة الحديد أو تمركز الحديد عشان نتخلص من الحديد هذه محتاجين أدوى للتخلص من الحديد عملية التفاهم أو القناعة على مستوى دول على مستوى المسؤولين على مستوى العاملين في مجال الصحي كانت صعبة جدا نتمنى أن نتوصل لكويت منها الفحص الجنيني قبل الإخصاب عساس أن العائلات المهددة بهذا المرض لا تصاب بطفل مصاب وهذه تقنية حديثة وشرعية ونتمكن لها العائلة أن يكون عندها أطفال سليمين وتحافظ على كأن الأسرة الكويتية سنطرح عدة تصورات منها بروتوكول عن علاج الآلام عن مرضى الأنيمية المنجرية نحن الآن ندعو ومن خلال هذا المنبر إلى عدة أشياء منها تدريس مرض الثلاثيمية ومرض الأنيمية المنجرية وأمراض مزمنة تدخل ضمن مناهج وزارة التربية خلال مؤتمر صحفي للجمعية الخليجية للإعاقة أكدت إدارة الجمعية على الاستعداد التام للملتقى العلمي الخليجي الثالث عشر والمقرر عقده في البحرين بدعم مباشر من الجهات المعنية بشؤون الإعاقة وذلك في الفترة من الثاني وحتى الرابع من إبريل المقبل من حيث المبدأ بطبيعة الحال حجم التنثيب للتوصيات الصادرة من الملتقى العلمية في تقدير يوان الشخصي على الأقل حتى ما ينسحب على أرأي ناس آخرين أنا أعتقد أنه فيه ضعف ولكن أنا دائماً أقول يعني الواحد يجب أن يكون خليناً نقول مقتنع ومؤمن بأنه فيه قانون في الطبيعة صحيح اللي هو التراكم الكمي لا بد أن يؤدي إلى تغييرات نوعية نحن كجمعية خليجية طبعاً نوصل التوصيات إلى الجهات الحكومية نوصل التوصيات أيضاً إلى الجمعيات الأهلية باعتمارها أيضاً أداء مهمة ونعتقد ومؤمنين بأن عملية الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات الخليجية هي خليناً نقول الأداء الأساسية في تنفيذ التوصيات وليس من قبيل الصدفة أن في الدول المتقدمة سواء أمريكا أو أوروبا سويسرا كندا أولياء أمور المعاقين بالذات وأهاليهم والجمعيات اللي يعملون فيها أهم اللي يجرون تغييرات حقيقية على الأرض خليناً نقول في برامج الرعاية والتأهيل اللي تقدم للأشخاص بوي الإعاقة في لفتة فنية مميزة قامت الشركة ميراج ميديا بالتعاون مع وزارة الإعلام برسم لوحة ملحية أرضية وهي لوحة تفاعلية قام عدد من زوار سوق شرق بخلط ألوانها ونسج خيوطها على الأرض المقابلة للمسرح الروماني بإشراف فنانتين إيطاليتين فيما تميزت اللوحة بألوانها الجميلة وتشكيلها الراقي مثل ما قاعدين تشوفون أننا قاعدين نرسم اللوحة الملحية التفاعلية الكل اللي شارك فيها اسمها الماندلا وهو طبعا آرت أو فن آسيوي تم تطويره هو فن يعني يرسم من قبل شخص واحد لكن تم تطويره أنه يكون عشوائي تفاعل الكل يقدر يرسم صغار كبار ما في عمر معين مثل ما أنتم شايفين الأطفال والعوائل الكبار قاعدين يخلطون الألوان راح نبدأ طبعا بعد ما ينشف الملح من اللون راح نبدأ أن نرسم اللوحة ورح تطلع عندنا اللوحة كاملة إن شاء الله وإن شاء الله بيكم شوفهم نشتنا ما زالت متواصلة فيها بعد قليل تراجع ملحوظ لذهب الكويت الأسود على وقع انخفاض الأسواق العالمية للنفط الخام من جديد أهلا بكم حقق بيت التمويل الكويتي التركي أرباحا عن عام 2012 بلغت 250 مليون ليرة تركية بنسبة زيادة بلغت 28% عن عام 2011 وأوضح الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي ورئيس مجلس إدارة بيتك تركيا محمد العمر أن أصول البنك بلغت 19 مليار ليرة تركية بنسبة زيادة 27% في وقت زادت فيه التمويلات التي قدمها البنك بنسبة 14% لتصل إلى حوالي 12 مليار ليرة كما بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 14% سعر برميل النفط الكويتين خفض دولارين وواحد وعشرين سنة في تداولات يوم أمس ليستقر عند مستوى 105 دولارات و17 سنة للبرميل وشهدت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية تراجع ملحوظا بفعل مخاوف فشل التوصل إلى اتفاق لمنع سريان تخفيضات شاملة في الإنفاق قد تؤدي إلى بطء نمو الاقتصاد الأمريكي وهو ما يؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد العالمي عوضا عن البيانات الاقتصادية الضعيفة في منطقة اليورو نشتنا ما زالت متواصلة فيها بعد الفاصل القادسية يحافظ على المركز الثاني بفوز صعب على فريق السلمية من جديد أهلا بكم حقق فريق القادسية فوزا صعبا على نظره السلمية بهدفين لهدف واحد في انطلاق منافسات القسم الثالث لبطولة الدور المنتاج لكرة القدم افتتح الخاسر أهداف المباراة عن طريق المهاجم أحمد عجب مستثمر كرة عرضية من زميله المحترف البرازيلي أليمار داخل منطقة الستات ياردات وسعان ما عادل النتيجة للأصفر البديل المحترف البرازيلي ميشيل من كرة أيضا داخل منطقة الستات ياردات في حين أهدى نقاط المباراة كاملة لفريق القادسية محترفه السوري عمر السومة بعد تمريرة من زميله البديل محمد الفهد وبهذا الفوز يرفع القادسية رصيده إلى 30 نقطة ومحتلا المركز الثاني بينما بقي السالمي على رصيده السابق 14 نقطة وفي المركز السادس محمد الفهد أممية هذه خطرة يسفل إسلامي أيضا البديل ضمن سلسلة المهرجانات التي تنظمها الأكاديميات على مدار العام أنهت أكاديمية أجيال وبكل نجاح مهرجانا شارك فيه خمسة فرق يمثلون أكاديميات كرة القدم المنتشرة في الكويت بحضور نجم الكرة الكويتية جاسم يعقوب الذي طالب اللاعبين الصغار ببدل الجهد والمحافظة على التدريبات والاستماع لنصائح المدربين حتى يصبحوا لعبين مميزين في المستقبل يمثلون الأندية والمنتخبات الكويتية وتهدف أكاديمية أجيال التي يشف عليها لعب القادسية السابق محمد الزاير من تكثيف المهرجانات إلى زيادة الاحتكاك بين اللاعبين الصغار واكتشاف المواهب الشابة للانضمام للأندية الرياضية طبعاً كل أسبوعين تقريباً بهالفترة نقيم مهرجانات من مثل هالنوع نقسمها أنواع في بعضها انضم فيها أندية وبعضها انضم أكاديميات الأكاديميات الهدف منها الاحتكاك والتعارف مع أكاديميات المجاورة والمحيطة بالمنطقة وبنفس الوقت في المهات الأندية تكون خاصة في أن تكون بدلاً لأن الكشافين تقريباً ظاهران عدمت فبدلاً يكونوا يحضرون مباريات وهم يجيبهم عندنا كلهم ويطالعون المواهب اللي عندنا طبعاً الحمد لله تمن عندنا كثير من اللاعبين خذوهم وتوفقوا في مشوارهم إن شاء الله كنت لعب بأكاديميات أجيال ولكن الآن تخرجت من أكاديميات أجيال لنادي الكويت بعقد الإعارة وأنا أشكر كابت محمد الزائر على جهد اللي قدمه معاي طوال السنين وأشكر أكاديميات أجيال اللي قدمت ملعبها ويعني كل جهده حقي أنا ألعب بأكاديميات أجيال وعلموني كل شي فيها وأشكر كابتن محمد الزائر على جهد اللي قدمه لي طوال السنة أنا ألعب من أكاديميات أجيال وهذه السنة ويعلموني شو أنا ألعب كرة والمهارات أنا ألعب بأكاديميات أجيال وخضاه نادي الكويت من أيد كابتن محمد الزائر وأشكره أنه ودينا نادي الكويت وعلى الجهده اللي خلالنا نستطيع العيبة أفضل أفضل من قبل وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر أات الرأي ميديا جروب وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الرأي تيوب في أمان الله